تشعل صواريخ تل أبيب نيران للمرة التاسعة عشر في سوريا منذ مطلع العام الحالي الفين وثلاث وعشرين هذه المرة تستهدف تل أبيب عدة مواقع تابعة لحزب الله لبناني في الصبورة والديماس وضحية قدسي على أتوستراد دمشق بيروت كما استهدفت صواريخ أخرى مواقع قوات الأسد في محيط دمشق الجنوبي بحسب صحيفة المدن وزارة الدفاع التابعة للسلطة الأسد قالت إن الهجوم أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية مضيفة أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية فيما لم يعلق كل من حزب الله وإيران على الحادثة وبطبيعة الحال لم يذكر حجم الخسار الغارة الإسرائيلية الأخيرة تأتي بالتزامن مع عملية رصد حثيث قام بها سلاح الجو الاستخبارات الإسرائيلي وتحديدا سر 222 حيث استمرت طلعته منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالث عصرا في أطول فترة زمنية قام برصد مجموعة من الأهداف على ما يبدو في تحرك تلك الأهداف معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب قال إن آلاف الغارات الإسرائيلية في سوريا قد استنفدت معظم غاياتها وتسببت بنتائج سلبية غير مقصودة مطالبا بموصلة الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في سوريا بشكل مختلف الغارات الأخيرة على دمشق جاءت بعد أيام من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت مضاعفة الهجمات على إيران في سوريا منذ توليه منصبه بحسب صحيفة جوريزين بوست العبرية مؤكدا أن إيران تشن حرب استنزاف ضد تل أبيب في المنطقة عمليات عسكرية لم توقف أنشطة إيران في سوريا بل يبدو عكس ذلك في ظل تمدد طهران وهو ما تظهره الأرقام التي نشرها مركز جسور الدراسات والتي تبدي تواجد ميليشيات تتبع لإيران في خمسمائة وسبعين موقع عسكريا لتكون بذلك أكثر النقاط العسكرية التي تتبع لدولة أجنبية في سوريا اشتركوا في القناة